الاحتقان ده وسط البعض في النخبة اياها الفاسدة هم اللي شايفينه ما فيش احتقان خالص والله ما فيه احتقان الاحتقان في دماغه ومهما الشعب مع بلده الشعب مع رئيسه جالب بعض قال طب احنا عايزين نوسع الاختصاصات بتاعت اللجنة بيدوا نفسهم على فكرة كلام الرئيس كان واضح وبذكر بيه للمرة العشرة ان الرئيس في مؤتمر شرم الشيخ قال ما يتوافق مع القانون والدستور يعني الرجل ملتزب بالقانون والدستور طيب البان اللي طلع عن الرئاسة وعن مكتب الاعلامي في تشكيل اللجنة والحاجات قال لك ايه الاحكام ايه الاحكام ايه البادة وانها ايه وما يتوافق مع القانون والدستور يعني مش هيصة مش هيصة ان كل واحد يدور على مين النهاردة اطلع مين وما طلعتش مين والمصلاحة مين يا جماعة انا قلت وبقولها مليون مرة اي صاحب رأي صاحب رأي مش اخواني كلامي واضح لا يوجد داخل السجون معتقل لانه اسمعت واحد مبارح واللي يومين الفاته بقولك فيه معتقلين اذا انت بتتكلم وبتقول معتقلين يبقى آسف يبقى انت لا تعبر عن حد لا يوجد معتقلين في مصر لانه ما عندناش قانون طوارئ الف به الاعتقال يعني قانون طوارئ طب احنا ما عندناش قانون طوارئ وجميع من في السجون يا قضاء يا نيابة يعني من داخلها ما رحتش ابضها لحد ووزير داخلها طلع عمره باعتقاله ما عندوش ما عندوش السلطة دي يبقى ما عندناش معتقلين يبقى الكلام بتقال ده كلام فارغ اللي يقولك معتقلين يبقى ده لا يصلح أبدا يبقى موجود أصلا ولا يتكلم بالسان حد محبوس احتياطي ده المحبوس من النيابة فيه فارق بين الاعتقال والحبس الاحتياطي ولا انتو كمان فيكو الناس قاعدين بيعملوا حاجة مش فاهمينها الاعتقال امر من الداخلية مش موجود خلاص ما عندناش قانون طوارئ طب الحبس الاحتياطي قرارات من النيابة العامة طب النيابة العامة قراراتها دي ارجح انا لا في سلطة حد النيابة العامة بس يبقى ده ما اسموش اعتقال اسمه حبس احتياطي من النيابة العامة النيابة شافت فيه أدلة فقررت انها تحبس اربع تيام خمستاشر يوم خمس واربعين يوم ليها حد تقريبا ست شهور تقريبا وبعد كده يعرض على المحكمة قضاء يجدد او يروح يبقى مين هنا ليه سلطة القضاء طالما تجاوز سلطة التحقيق اللي هي النيابة العامة ست شهور تقريبا بعد ست شهور يعرض امره على مين على القاضي والسيد القاضي الجليل يقول ايوه يستمر او يروح زي حسن مالك احد قيادات الارهاب الجماعة الصيهونية بقاله كام بيتعرض على مين عن محكمة لو انت جاوز الست شهور المحكمة تقريبا تجدده كيفما شاءت عندها تجدد يبقى مين اللي بيجدد المحكمة يبقى هنا السلطات مين القضاء شكرا تعظيم سلام حد تاني غير كده لا كده احنا ماشيين قنوصة ايوه قنوصة طب اعكس كده يبقى صح لا حد يفتي محدش يفتي حد يتكلم عن قضاء ممنوع حد يدي قضاء تعليمات ممنوع حد دخل في عمل القضاء ممنوع رئيس الجمهورية مدخلش في عمل القضاء يبقى انا اجيب لجنة خمسية دخل في عمل القضاء ازاي في اي بلد ما حصلتش ومش ممكن تحصل واقول ومش ممكن تحصل حد يراجع لا احكام يراجحها ازاي في الناس مش عارفة فارق بيه اللي اعتقاله وقا حبس الاحتياطي يبقى جاي يراجع قاضي طب ايه يا جماعة امر اللي بعد كده قيمة اللي هيلاري كلينتون كانت طالبت بالافراج عنهم ده معنى ايه على طول انت حضرتك وانت قاعد كده كلينتون القيمة اللي مطلوبة دي كانت هيه اللي طلبت افراج عنهم ايه الموضوع مش لازم بفيه ربط على فكر ما بين لكن أنا بتكلم بشكل عام انه انه يعني التوافق يعني انه اللي كانت كلينتون طلبت بافراج افرج عنه والمش عارف مين افرج عنه ويعمل يقول الامريكان بيدغطوا فترات افرجوا عان عان نفس الطلب ليه مين از امريكا بجالة تقال لها محدش يعني اش معنى يعني ليه انا افرج ليه افرج عن ناس انا تحت ايدك الادلة انه الناس تخون البلد الناس حرقت في البلد الناس تخبرت الناس تأمرت انا ادور على مين وانا موجودة هو وبأيد ده اللي اتحبس وقت جماعة الاخوان الارهابية اه مكان كلنا ممكن نبقى كده مين كمان لو في طلب عنده مشكلة اه اش عارف ايه يعني الحاجات اللي هي عادي جدا الناس تتقبل ولكن مين يفرج عنه القاضي القاضي وما ادنوش تعليمات اعرض اسمها على القضى والقضى هو حر يفرج او ما يفرجش مشكلته وانا هاجبر القضى يفرج او لا لا قلنا القضى مستقل يبقى احنا مستمرين وقضى مستقل محدش ادخل في شكونه ومحدش يقعد يضغط بقى لانه محدش هيعمل عكس للشعب عايزه محدش وانا بقوله محدش يقدر يعمل عكس اللي الشعب عايزه تعالوا قريكوا واحد مجرم اسمو احمد دومة ويمكن الفيديو اللي هعرضه على حالك دلوقتي ما اتزعش كتير ما اتزعش كتير يمكنوا هتشوفوه كان على قناة الخنزيرة بيتكلم وعايشكوا تركزه قوي في الكلام اللي هيقوله قوي عشان بقول لكم الفيديو ده مش متدول كتير قوي تعالوا نشوف ملوتوف ثورة انا مؤمن بان الملوتوف ثورة الملوتوف جزء من الثورة لما يبقى بضربني بالرصاص المجمع العلمي قولنا ان من حقنا حتى لو اتحرق من انا كاحمد دومة واحد بضربني بالرصاص ان الطبيعي انني لان اهديه وردة ولان اقذفه بوردة هرميب طوبة هرميب ملوتوف هرميب خشب هرميب اي حاجة لما ده يحصل وبعدين المجمع العلمي يعني يحترق في النهاية فيجيش يلومني على حرق المجمع العلمي الثورة ملوتوف هي دي واضحة الثورة ملوتوف وقت ما تضربني هعمل لك ايه يعني يبقى ده ايه ده بلطاجي ده بلطاجي اللي يقولك طب ما ان لا يعني هو معترف استخدم ملوتوف تبع اعترف ايه تاني ما هو قالك المجمع العلمي اه ما حرقناه طب اللي حرق المجمع العلمي ده اللي حرق حتى كويتش عربية حرق مال عام مين يملك التصالح في المال العام مين اللي يملك مين انا عايز حد القانوني بيقوللي